يدخل تداول الأوراق النقدية الجديدة لدول المجموعة الاقتصادية والنقدية بإفريقيا المركزية الست تهيز التنفيذ في القامس من ديسمبر القادم وذلك في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يضم في أضوياته كل من شاد والكاميرون وغينيا الاستوائية والكونغو والقابون وجمهورية إفريقيا الوسطى وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الزهبي لبنك دول إفريقيا المركزية بي اسي تحت شعار خمسون عاما في خدمة سكان المجموعة وبهدف توفير السيولة وتداول الأوراق النقدية لتسهيل عمليات التبادل التجاري والبيء والشراء بمختلف الأسواق وغير ذلك من المعاملات على مستوى دول شبح الإقليم وأن توفير الأوراق النقدية يسمح أيضا بتعزيز العنشطة التجارية فعلى التجار والباء وكذا المواطنين الاستعداد للتعامل مع هذه العملة الجديدة فور تداولها في الأسواق والمصارف والبنوك التجارية وننوه بأن الأوراق النقدية الجديدة تم تباءتها وفق المعايير والنظم المعمول بها مع الأغز في الاعتبار التدابير الأمنية والوقائية لمكافهة محاولات التزوير وغسيل الأموال كما يتم التآمل مع الأوراق النقدية القديمة إلى غاية السحب النهائي وأن الاستبدال سيكون على مستوى البنوك التجارية وبنك دول إفريقية المركزية اشتركوا في القناة